منذ عام 2003 وحتى الآن والمساحات الخضر في العراق تشهد تقلصاً من نحو 50 إلى 17% نتيجة التغيرات المناخية وتخصير الجهات الحكومية في إيقاف مشكلة التصحر في البلاد ففي العراق بدت سياسة ما يسمى بالأرض المحروقة واقعاً بسبب ضعف إدارة الدولة والفساد المستشري وانعدام الخبرة في التعامل مع الظروف الطبيعية كل ذلك أدى إلى تفاقم أزمة التصحر هذا فضلاً عن تزايد النشاط العمراني على حساب المساحات الخضر في العراق الأمر الذي تسبب باختفاء أراضي الزراعية وتحويلها إلى سكانية وتجارية منعكس سلباً على البيئة وزاد من تلوث الهواء والتغير المناخي في وقت تشهد البلاد درجات الحرارة تصل إلى خمسين درجة مئوية مع توقعات بتنامي ظاهرة التصحر خلال الفترة المقبلة وزارة الزراعة الحالية أقرت من جانبها أن البلاد بحاجة إلى زراعة أكثر من خمسة عشر مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر فيما يرى مختصون أن ععادة أحياء وتأهيل الغابات وزراعة المساحات بهذه الأعداد من الأشجار خلال السنوات المقبلة يمكن أن يعيد جزءاً من الهواء النقي إلى الأجواء العراقية بعد تلوثها بالنفايات الضارة من العوادم والمصانع وغيرها ويضرب التغير المناخي العراق بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية وبصورة غير معهودة حيث يعاد خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق الأمم المتحدة ويفقد العراق سنوياً مئة ألف دونم جراء التصحر كما أن أزمة المياه تسببت من خفاض الأراضي الزراعية إلى خمسين في المئة بحسب وزارة البيئة في العراق وسط تأكيد منظمة الأغذية وزراع الفاوة التابعة للأمم المتحدة من أن مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى ما يعادل اثنين بالمئة من إجمال مساحة البلاد ما يعني تغول التصحر بالمساحات الخضر في العراق ترجمة نانسي قنقر